زيارة ميدانية لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نديفتاح العلوي لعدد من المواقع السياحية بإقليمي سيدي إفني وقلميم بهدف دراسة وتسريع بعض البرامج حول السياحة الشاطئية الداخلية التي تمثل منتوجا مهما في المنطقة كل هدف من هذه الزيارة نتعرف على مشاريع أكبر وأهم لكي نهدو بهذه السياحة الشاطئية في المنطقة تفعيلا بالطبع لتوجيهات الملكية السامية كما جاء في الخطاب الملكي السامي ونكمل إن شاء الله خلال هذه اليومين زيارة ميدانية في معظم المناطق السياحية دي الجهة في الدراسات دي الهندسة السياحية التي تم التطرق إليها كانت نشوف بأن هناك عدة مسالك اللي يمكننا اليوم أن نخلقوها فهناك عدة مشاريع اللي يمكنني تنجز ديالها مشاريع بحري مشاريع على الشاطئ أو مشاريع اللي عنده واحد تموضع بحري أو شاطئي واللي ستمكننا بشتعطي واحد زخم للتطوير السياحة في هذا المنطقة خلال هذه الزيارة سيتم الحوار مع المتداخلين المحليين للوقوف على أي نوع من المنتوج السياحي الذي يمكن تطوره بالمنطقة